السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم إن شاء الله رح ناخذ درس الدوال في الجبر خلاص أخذنا مجموعة من الدروس في الجبر واليوم رح ناخذ الدوال رح نشوف أول شيء إيش معنا الدوال الدالة علاقة تحدد مخرجة واحدة فقط للمدخلة الواحدة خلاص هذا تعريف الدالة رح نفهمها مع الوقت طيب عندنا هنا مثل ما تشوفون الجدول هذا اللي قدامنا فيه عندنا هنا المدخلة هذه المدخلة خلاص هذه المدخلة اللي رح يعطينا إياها في السؤال وهو رح يعطينا يبغانا نطلع المخرجة نطلع المخرجة كيف يعطينا قاعدة نطلع فيها المخرجة خلاص هذه الدالة الدالة هي تحدد مخرجة واحدة فقط للمدخلة الواحدة لها قاعدة قاعدة اسمها قاعدة الدالة قاعدة الدالة هذا هو جدول الدالة على ماذا يحتوي جدول الدالة على المدخلة وعلى المخرجة وعلى قاعدة الدالة إيش هي المدخلة؟ هي رقم موجود رح نستخدمه في قاعدة الدالة ليش؟ علشان نطلع المخرجة خلاص؟ طيب ما هي قاعدة الدالة؟ هي تصف العلاقة بين المدخلات والمخرجات العلاقة اللي بين سواء كان ضرب قسمة طرح أو مجموعة من العمليات في عملية واحدة خلاص؟ إذن هذا هو معنى قاعدة الدالة حسب القاعدة رح نمشي طيب نشوف هنا سؤال يقول لك قاعدة هذه الدالة هي سين زائد سبعة أي أضف سبعة إلى كل مدخلة أضف سبعة إلى كل مدخلة سين اللي هو المتغير اللي درسناه في الدرو السين يعتبر المتغير يعني إيش معنى المتغير؟ هو رقم مجهول هو رقم مجهول رح نتبع قاعدة علشان نجيب هذا الرقم المجهول إيش هو الرقم المجهول هذا اللي رح نتبع عليها القاعدة؟ المخرجة لما نتبع عليها القاعدة رح نطلع المخرجة سين زائد سبعة قيمة السين اللي هي المدخلة السين عندنا مرة عشرة زائد رح نقول السين تتغير حسب أول مرة قالنا عشرة إذن عشرة زائد كم سبعة زي القاعدة اللي موجودة هنا رح نكتب سبعتاش طيب بعدين مرة ثانية هنا اثناشر زائد سبعة رح تكون هنا تسعتاش طيب بعد ذلك عندنا آخر واحدة اللي هي أربع طاعش زائد سبعة اللي هي عبارة عن واحد وعشرين اثنين وعشرين آفوان اي واحد وعشرين خلاص إذن هذه هي القاعدة وطبقنا عليها الدرس خلاص شفتوه نفس الحال اللي هنا موجودة إذن بس نشوف القاعدة هي زائد هي طرح هي قسمة هي ضرب نشوف حسب القاعدة رح نشوفها في الأيام الأخرى لكن في الدرس هذا رح نشوف بس الأربع عمليات اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة طيب بعد ذلك نتحقق من الفهم يقول لك هنا المدخلة سين والمخرجة إذا نبغى نطلعها نستخدم القاعدة اللي هي سين ناقص أربع السين هي القيمة اللي رح يعطينا إياها خلاص أول شيء السين مرة أول مرة عندنا هنا أربع يعني أربع ناقص أربع يعني هنا صفر طيب بعدين سين ناقص سبعة ناقص أربع سبعة ناقص أربع كم؟ ثلاثة بعدين عشرة ناقص أربع كم؟ ستة طلعت لنا المخرجة بالقاعدة اللي أعطانا إياها مجرد قاعدة نتبه طيب هنا عندنا واحدة ثانية المخرجة هي عبارة عن ثلاثة سين درسنا في الدرس السابق أنه معناها أنا قلت لكم إذا في عندنا رقم والمتغير ما في بينهم أي عملية أو أي إشارة معناها هذه العملية هي عملية الضرب يعني ثلاثة ضرب سين معناها كده فإذا رح نستخدم الضرب أول واحدة عندنا صفر صفر أو ثلاثة ضرب صفر كم بصفر اثنين ضرب أو ثلاثة ضرب اثنين يعني السين هي قيمة السين ثلاثة ضرب اثنين بستة بعد ذلك ثلاثة ضرب خمسة بخمستاش تمام؟ هذه هي جدا سهلة مجرد أنها هي قاعدة عندنا نستخرج فيها قاعدة اسمها قاعدة الدالة هي التي نستخدم فيها القاعدة لندخل فيها المدخلة اللي طلع لنا على طول المخرجة هي إيش مترابطة في بعضها؟ طيب بعد ذلك عندنا هنا يقول لك هنا قاعدة الدالة هنا عكس أعطانا المدخلة وأعطانا المخرجة يبغانا نستخرج القاعدة بنفسنا يعني نستكشف القاعدة فعشان نستكشف القاعدة رح نستخدم العمليات اللي إحنا دائما نستخدمها اللي هي الطرح والضرب القسمة والجم نشوف عندنا هذا الجدول بهذه الطريقة نشوف هل العدد عندنا زاد أم نقص عشان نحدد هل هو نستخدم فيه الطرح أو الجم أو القسمة أو الضرب إذا العدد زاد إذا العدد زاد معناها زائد أو ضرب لأنه دائما لما نستخدم عملية الجمع وعملية الضرب الأعداد تزيد خلاص لكن إذا كان العدد ناقص يعني أقل من المدخلة فإذا العملية رح تكون طرح أو قسمة ليش لأنه الطرح والقسمة بعد ما نستخدمهم العدد يقل فنشوف الحين عندنا المدخلة هذه هي المدخلة اللي قدامنا أول وحدة اثنين اثنين صارت كم صارت ستة طيب والخمسة الخمسة صارت خمستاعش والسبعة صارت واحد وعشرين إذن هنا زاد الرقم من المدخلة إلى المخرجة صار عندنا رقم زيادة فإذن رح نستبعد الطرح والقسمة يعني إما رح يكون جمع أو ضرب ليش لأنه الجمع والضرب عمليات تقوم بزيادة الرقم إذا استخدمناها صح ولا لا صح طيب نشوف الحين قلنا هي عبارة عن زائد أو ضرب خلنا نشوف نطبق في أول رقم عندنا اثنين علشان تصير الرقم اثنين إلى ستة لازم نضيف لها كم نضيف لها أربعة نضيف لها أربعة اثنين زائد أربعة يساوي ستة نجرب نجرب إذا العدد اللي بعدها إذا أضفنا لأربعة طلع نفس الشي فهل قاعدة إحنا ماشينا عليها الصح خمسة زائد أربعة كم بتسعة إذن لا القاعدة عندنا ليست جمع ليش لأنه لما سوينا اللي فوق وطبقنا عليها لجميع الأرقام طلعت عندنا غلط لأنه كمان سبعة زائد أربعة كم بتساوي سبعة زائد أربعة أحداش وهنا هي واحد وعشرين إذن ليست بجمع إذن هي ضرب خلنا نجرب الضرب نجرب الضرب ما بقيدنا للضرب طيب اثنين ضرب كم يعطينا ستة اثنين ضرب كم يعطينا ستة اثنين ضرب ثلاثة اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة طيب نشوف نجربها على الأرقام الأخرى خمسة ضرب ثلاثة يساوي كم خمسة عشر صح سبعة ضرب ثلاثة يساوي كم واحد وعشرين إذن القاعدة هي ثلاثة سين ثلاثة سين اللي هي عبارة عن ثلاثة ضرب العدد اللي عندنا اللي هي المدخلة أو ممكن أقول سين ضرب ثلاثة كلها طريقتها صحيحة إذن عرفنا بطريقة التخمين إنه إذا زاد الرقم هي عبارة عن جمع أو ضرب إذا قل الرقم عبارة عن طرح أو تقسيم لكن لما إحنا شفنا إن الرقم زاد استخدمنا الجمع فشفنا إنه جمع ما نفع معنا فاستخدمنا الضرب ننتقل لتمرين آخر كمان هنا يقول لك أوجد قاعدة كل من الدالتين شوفوا حل حق المسألة اللي قبل نفس اللي حليناها يقول لك هنا أوجد قاعدة كل من الدالتين مثلتين بجدول رح نحل القاعدة هذه مثلا هو أعطانا المدخلة والمخرجة مدام أعطانا المدخلة والمخرجة إذن هو يبغى مني قاعدة الدالة إيش القاعدة اللي وصلتنا من المدخلة إلى المخرجة خلاص طيب قلنا العلامات عندنا والإشارات عندنا الناقص والتقسيم يعني الرقم يقل من المدخلة إلى المخرجة والزائد والضرب العدد يزيد من المدخلة إلى المخرجة رح نحدد هل إحنا رح نستخدم واحدة من هذول الاثنين أو واحدة من هذول اثنتين نشوف أولا الصفر صار صفر نفسه الأربعة صارت واحد والستطاعش صارت أربعة نقص العدد إذن هنا إيش رح نستخدم؟ رح نستخدم العمليات اللي تؤدي إلى أن الرقم يقل إذن هي إيش؟ الناقص والقسمة يعني نستبعد الزائد والضرب أو جمع والضرب طيب نشوف نستخدم أول شيء الطرح هنا صفر خلو نشوف اللي في النص أربعة نقص كم يعطينا واحد؟ أربعة نقص ثلاثة طيب أربعة نقص ثلاثة كم؟ واحد ستطاعش نقص ثلاثة كم؟ ما رح تكون أربعة النتيجة ما رح تكون أربعة رح تكون ثلاثة عش إذن الطرح نحن نستبعد الطرح باقينا إيش؟ باقينا القسمة نجرب القسمة طيب أربعة تقسيم كم تعطينا واحد؟ أربعة تقسيم أربعة أربعة تقسيم أربعة تعطينا واحد طيب 16 نتجرب 16 تقسيم 4 كم ب4 إذن هنا الصفر في القسمة طبعا مع الصفر هي تعطينا الصفر إذن القاعدة هنا عندنا هي إيش هي سين سين تقسيم 4 هذه هي القاعدة حق هذه الجدول خلاص علشان ننتقل كيف حولنا المدخلة إلى مخرجة أو أوجدنا الرقم المخرج من المدخلة بالقاعدة سين تقسيم 4 ننتقل للجدول المجاور عندنا هنا كمان مجموعة من الأرقام حين عرفنا أنه الطرح والتقسيم مع بعض إذا كان الرقم يقل والجمع والضرب مع بعض الرقم زاد عندنا هنا عندنا من 4 الواحد من 8 الـ 5 من 10 إذن هنا الرقم قل إذن ليس الجمع وليس الطرح إذن هي إيش هي عفوا ليست جمع وليست ضرب ولكنها طرح أو قسمة نجرب الطرح أول شيء أربعة كم نقص من الأربعة عشان يصير واحد ثلاثة أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد نشوف نجرب اللي تحت ثمانية ناقص ثلاثة كم تعطينا خمسة صح عشرة ناقص ثلاثة كم تعطينا سبعة إذن الإشارة عندنا هنا إيش ناقص ثلاثة إذن القاعدة هي سين ناقص ثلاثة هذه هي القاعدة اللي سويناها في المدخلة علشان نحصل على المخرجة تمام؟ إذن هو إما أن يعطينا المدخلة والقاعدة علشان نجيب المخرجة أو يعطينا المدخلة والمخرجة علشان نستخرج القاعدة تمام؟ ننتقل للتمارين الأخرى أيضا طيب نشوف هذه المسألة يقدم أحد المتاجر الكبرى خصما مقداره عشرين ريال يعني يسوينا تخفيض تخفيض يعني إيش طرح يعني إيش ناقص خصم يعني ناقص على إجمالي قيمة المشتريات على إجمالي يعني كل المشتريات اللي رح تشتريها من هذا المتجر رح ينقص لك منها كم؟ مقدار عشرين ريال متى إذا زادت على ثلاثمائة ريال يعني إذا مشترياتك كانت زيادة من ثلاثمائة ريال هنا رح ينقص لك أو رح يسوي لك خصم عشرين ريال عرف متغيرا عرف متغيرا يعني أذكر اسم متغير سين تبغى صاد تبغى نون اي اسم انت تبغى خلاص بس في العادة في المعادلات احنا نستخدم كثيرا السين والصاد واكتب قاعدة الدالة تربط التقليف النهائية بقيمة اجمالي المشتريات اذا احنا نبغى نجيب قيمة اجمالي المشتريات اللي هي السين هو قال لنا ايش سين ناقص عشرين اذا متى اذا سين اذا سين اكبر من ثلاثمية خلاص اذا هذا القاعدة مش في كل الحالات يعني مش كل احد يجي يشتري من المتجر رح ينقص عشرين ريال لا اذا كانت السين اكبر السين هي قيمة المشتريات السين هي قيمة المشتريات قيمة المشتريات رح ينقصون منها عشرين هذه هي القاعدة متى اذا سين كانت اكبر من ثلاثمية خلاص هذه هي القاعدة اللي جبناها طيب ننتقل لاملأ الفراغ في الجدولين الآتيين بالأعداد المناسبة خلنا نشوف هنا هنا عندنا عطانا المدخلة وعطانا القاعدة الدالة يعني سين زائد ثلاثة السين اللي هي رح ندخل فيه المدخلة يعني الصفر زائد ثلاثة كم؟ ثلاثة هنا بعدين اثنين اثنين زائد ثلاثة حسب القاعدة اللي هي خمسة طيب أربعة زائد ثلاثة اللي هي سبعة حسب القاعدة خلاص ننتقل للجدول المجاور ايضا اتمنى يا رب انه واضح جدا واضح وما يحتاج خلاص اربعة سين انا قلت لكم في الدرس السابق وفي هذا الدرس ايضا انه اذا جانا رقم وجنبه المتغير من غير اي علامة او اي اشارة معناها اربعة ضرب سين خلاص نشوف نجرب القاعدة هذه اول شي واحد اربعة ضرب واحد بكم باربعة بعدين اربعة ضرب ثلاثة بكم باثناعش اخر شي اربعة ضرب ستة اللي هي باربعة وعشرين تمام جدا سهل وما يحتاج مجرد ان احنا نعرف القاعدة اه الدرس التمرين التالي عندنا هنا عفوا اول اعطانا المدخلة وعطانا القاعدة الحين لا اعطانا المدخلة وعطانا المخرجة يبغانا نستخرج بنفسنا القاعدة كيف نستخرج القاعدة قلنا حسب نشوف اذا كان يزيد او ينقص الواحد صارت صفر الثلاثة صارت اثنين الخمسة اذا هنا ايش نقص يعني اما طرح واما تقسيم خلونا نجرب واحد ناقص واحد يساوي سفر خلونا نجرب ناقص واحد 毛 اثنين صح خمسة ناقص UA اربع اذا القاعدة عندنا هنا سين ناقص واحد سين ناقص واحد يعطينا من المدخلة الى المخرج خلاص ننتقل للتمرين الاخر او الجدول الاخر هنا عندنا ثلاثة صارت ستة والستة صارت ثانا زادت يعني معناها عندنا إما جمع أو ضرب رح نجرب الجمع ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة خلاص ثلاثة ضرب ستة بثمنتعش إذن ليست زائد لأنه ما هي في كل الجهات ما هي صحيحة فرح نستخدم الضرب نضرب هي ثلاثة ضرب كم يعطينا ستة اثنين ثلاثة ضرب اثنين بستة وستة ضرب اثنين باثناعش إذن القاعدة هي اثنين هي القاعدة اثنين سين أو ممكن أقول سين ضرب اثنين نفسها صحيحة هنا إذا كان الرقم والمتغير بجانب بعض من غير علامة معناها بينهم علامة الضرب خلاص أتمنى يا رب أنكم فهمتم جدا سهل ما يحتاج رح أعطيكم آخر شيء آخر مسألتين وحدة فيها المدخلة والمخرجة ونطلع القاعدة ووحدة فيها المدخلة والقاعدة ونطلع عشان أكون كذا حولت أني أنا أوصلكم معلومات عندنا هنا مثلا هنا المدخلة وهنا القاعدة حقتها يقولك سين ناقص أربعة يعني نحن أخذ أربعة ناقص أربعة كم صفر ثمانية ناقص أربعة كم أربعة بعدين إحداعش عندنا بنفس القاعدة رح نسوي إحداعش ناقص أربعة يساوي كم سبعة خلاص طبقنا القاعدة مجرد أن نحن طبق هذه القاعدة موجودة هنا القاعدة هذه هذه القاعدة طيب إذا عندنا مثلا المدخلات والمخرجات لكن يبغى إحنا نجيب القاعدة إيش نسوي مثل ما تعرفنا ومثل ما نعرف إنه نشوف إذا زادت أو نقص صفر صار اثنين واحد صار ثلاثة ستة صار ثمانية إذا زادت إذا إما الجمع أو ضرب نجرب الجمع صفر زائد كم نزود عشان نصير اثنين؟ اثنين صفر زائد اثنين كم باثنين طيب صفر واحد زائد اثنين بكم ثلاثة اثنين زائد ستة بكم بثمانية إذن القاعدة هي اثنين اثنين زائد سين هذه هي القاعدة لهذا الجدول اللي هو جدول الدالة جدول الدالة إيش هو عبارة عنه؟ عبارة عن مدخلة ومخرجة وقاعدة الدالة بكذا نكون خلصنا درس اليوم تعرفنا فيه على الدالة اللي هي عبارة عن مخرجة واحدة لمدخلة واحدة وتعلمنا أيضا جدول الدالة اللي هو عبارة عن مخرجة مدخلة ومخرجة وقاعدة للدالة تعرفنا إذا عندنا المخرجة والمدخلة كيف نجيب القاعدة وتعرفنا أيضا إذا عندنا المدخلة والمخرجة ما هي موجودة بالقاعدة كيف نجيب المخرجة أتمنى يا رب يكون واضح ومفهوم إذا عندكم أي سؤال أي استثار بإمكانكم كتابة تحت في التعليقات نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي